السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم إيمان بعد يومين دراسة منجدة هامة وعاجلة من طارق شوقي وزير التربية والتعليم لأولياء الأمور فيديو جديد وأخبار جديدة من قناة مع إيمان أرجو أني لأول مرة يشوفوا القناة وتعجبوا ما ينساش يعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا إلى المديريات التعليمية بشأن وضع ضوابط لتواجد أولياء أمور الطلاب خلال اليوم الدراسي وذلك للحفاظ على الصحة العامة وفي إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية ووجهت وزارة التربية والتعليم حسب بيان صادر عنها منذ قليل بضرورة تخصيص أماكن ومواعيد محددة لاستقبال أولياء الأمور لتلقي طلباتهم واستفساراتهم وتكليف مدير المدارس بأعداد ملسقات توعوية توضع بمكان ظاهر على الأبواب الخارجية للمدرسة بشأن الإجراءات الاحترازية وده كله لعدم انتشار الأمراض المعدية والتي من بينها الحد من التجمعات كما وجهت الوزارة فتح أبواب المدارس أمام الطلاب وعدم تكدسهم للحد من التجمعات تكليف أحد العاملين بالمدرسة بتقديم النصح والإرشاد لأولياء الأمور بعدم تجمعهم للحفاظ على الصحة العامة وتناشد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أولياء أمور الطلاب بعدم التكدس أمام بوابات المدارس للحفاظ على الصحة العامة منعاً لانتشار فيروس كورونا واتباع الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي في النهاية لو عجبكم الفيديو فتدخلوش علينا بلايك واشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته